تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية شكر وتقدير من معالي الشخص المال من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمناسبة تكريمه بجائزة التمييز الحكومي العربي لأفضل وزير عربي في دورته الثالثة خلال الحفل الذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة رفع فيها أسماية الشكر والعرفان لجلالة الملك المعظم على دعم جلالته الدائم لمواصلة الجهود لخدمة الوطن والمواطنين والذين تجعنه تحيق هذا الإنجاز أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في برقيته أن هذا التكريم هو تكريم لجهود أعضاء فريق البحرين بأجمعه الذي يستند الرؤى ويستمرد الرؤى الحكيمة والتوجهات السديدة من جلالة الملك المعظم أيده الله وتنفيذ وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء وحرص فريق البحرين على التنفيذ المتقن للخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز المسئلة التنموية الشاملة ومواصلة بذل الجهود والمساعي التي تصب في تحقيق مزيد من التقدم والتطور لمملكة البحرين أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن هذا التكريم الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التمييز المؤسسي وتسيط الضوء على التجارب الرائدة والمبادرات الناجحة في الدول العربية يشكل حافزا لبذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق الابتكار في العمل الحكومي مؤكدا أن النجاحات التي تحققها مملكة البحرين في شتى المحافل الإقليمية والدولية هي نتاج الجهود المتواصلة والعمل المتفاني الذي يحققه أبناء مملكة البحرين المخلصين في ختام البرقية جدد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا على دعمه لا محدود مؤكدا الالتزام بمواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المرجوة داعينا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بمنفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر